أما هناك يقولون هناك نبوءات أخرى مثلا الحروب والزلازل القادمة تنبأ بها يسوع فهنا يقول مسيح المعود عليه السلام ردا بسيطا واضحا على هذه الفكرة يقول هذه حالة المعجزات أما النبوءات فيمكن لعمة الناس أيضا فضلا عن شخص متدبر أن يتنبأ بأن حروبا ستندلع وستحدث المجاعة ويؤذن الديك إلى باس أي واحد يمكن أن يقول هذه الكلمات النظر في هذه النبوءات يثير الضحك عفويا أنا كان لليهود أن يعدوها دليلا على الألوهية إذ إن الألوهية تقتضي جبروتا وجلالا يناسب الإله أما يسوع فهو مضرب المثل في عجزه وضعفه وعدم حيلته حتى أنه يحسب نفسه أدنى من الطيور والثعالب أيضا فليخبرني أحد الآن على أي أساس تقبل ألوهيته كم من أمور نقدمها إن الصليب وحده يقضي على ألوهية المسيح ونبوته أي إذا صار ملعونا نتيجة الصلب فماذا بقي في كونه كاذبا يعني حسب نصوص الإنجيل المسيح مدام لم تتحقق النبوءات فهو لا يمكن أن يكون نبيا حسب الإنجيل أو حسب كتاب المقدس ذكر دكتور أيمن هذا المختبس أيضا يعني أما النبي الذي يطغي ويتكلم بإسم كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم بإسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي لا يمكن أن يكون نبيا إذن المعيار الذي جاء به القمس هذا المعيار بحد ذاته يهدم ويناقض وجود مسيح أو وجود السيح كنبي أيضا فهكذا نرى هناك نبوءات لم تتحقق ليصوح كما ذكر الأنجيل تواصلوا معنا عبر العناوين التالية اشتركوا في القناة